تعقيباً على التصرحات التي أدل بها وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وفقافته وتاريخه وهويته شددت وزارة الخارجية على رفض مصر الكامل لتلك التصرحات غير المسؤولة والتحريضية وما تحمله من إماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافية وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مثل تلك التصرحات تقود المساعي الرامية إلى تحقيق التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية